التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ببعثة بنك التلمية الإفريقي وذلك في ختم زيارتها لمصر حيث عقدت البعثة وعددا من الاجتماعات لتعزيز التعاون في ضوء استعداد مصر لاصدفة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ قاب 27 وأشارت رانيا المشاط إلى أن الحكومة تتقوم من خلال العمل الوثيق مع شركاء التلمية متعدد الأطراف والثنائيين بدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني لازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من ناحيته أكد كيفين كاريوكي نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة